السلام عليكم نواصل هذه الموجة المفتوحة وضيفي في الستوديو الآن سيكون الدكتور أحمد قعدان عضو بلدية باكة الغربية وعضو المكتب السياسي للكائمة الموحدة ورئيس قائمة بلدنا تجمعنا في المجلس المحلي وليس أكل أهمية محاضرة في كلية القاسمي مرحب فيك أجمل ترحيب دكتور أسعد الله مسائك ومساء جميع المشاهدين وتحية إجلال وإكبر لك أستاذ الحبيب أستاذ أبو فادي على عطائك وانتمائك وكل ما تقدم في العالمين العظمي والإسلامي شرفتني دكتور دكتور خلينا نبدأ بأهم موضوع اليوم العنوان الرئيسي من الإعلام كله يمكن كان عنوان رئيسي في الإعلام العبري والعربي بكل اللي مع إسرائيل والضد إسرائيل اللي مع حماس والضد حماس بكل المحلات كان هذا الخبر من أهم منذ ساعة الصباح وهو الوزير عميحاي إلياهو اكتباس إلقاء كنبلة ذرية على غزة على سؤال هذا أحد الخيارات انتهى الاكتباس لبيد على نتنياهو إقالته في الحال وأيضا في السياق عنوان ثانوية لهذا الخبر الرئيسي في موقع بانيتو في مواقع أخرى الحقيقة لبيد كلنا يدعو لنتنياهو لإقالة الوزير إلياهو بعدما قولت إسقاط كنبلة ذرية على غزة وعنوان آخر ثانوي أيضا نتنياهو يقرر تعليق مشاركة الوزير إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى يشعر آخر وعنوان آخر منصور عباس حول تصريحات إلياهو نحن نحكي عن وزير التجريد من الإنسانية والعقاب الجماعي هو الطريق إلى الإبادة الجماعية سد انتهى الاكتباس واكتباس آخر عضو الكنيست يصف العطاوي عن تصريحات إلياهو فاشية بامتياز وعنوان آخر حماس اكتباس التصريحات بإمكانية إلقاء كنبلة نوية على غزة تعكس إرهاب إسرائيل ضد شعبنا إذن خبر كثير مثير الحقيقة قبل ما أسمع رأيك الوزير ربما إن شاء الله دكتور أحمد قعدان كان ردود فعل صاخبة جدا ضد التصريح في الإعلام العبري يعني ما صبروش على سمع سمعوا التصريح هذا وما صبروا يقولوا كنت نشوف شو بسيط أنه كل واحد سمع الخبر يعني على أكل اللي أنا تابعته حكى ضد هذا التفوه وأنه يعني هذا الزائد وأنه متطرف وأنه ما فيه لزوم إليه وهذا هذا التصريح كان لكل برامة راديو يميني بس الراديو ما علموش حك بناش نعك يعني هذا الراديو هذا الراديو أعمل مقابلة إيهو حكى فكنت بدي أعرف أول شي أنا وإياك نحكي شوية عن مثل هذا طبعا هذا ليس منطق وليس رح يصير وليس كل كل كلام فاضي شو بيسموه بالعبراني بيقوله كل كلام بكلام بكلام كل دي بوري بحكي بحكي سبت الكون كون مولادرية على غزش بداية نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أما بعد فنتحدث عن من يسمى بالوزير وزير قد تخلى عن إنسانيته ووزير قد تخلى عن مبادئه ووزير قد تخلى عن انتمائه البشري والإنساني عم حايد ياهو بهذا التصريح يتحدث في خزعبلات ويتحدث في سفاسف أمور ويتحدث في كلام الأصل ألا ينم مثل هذا الكلام عن جاهل مش عن وزير يتحدث كعنصري ويتحدث كفاشي يتحدث عن إنسان يريد إبادة جماعية لأناس دعني أقول الشيوخ والأطفال العجائز النساء كلهم أبرياء ما ذنبهم ما الذنب الذي ارتكبوه حتى يظلموا حتى بتصريح كلامي مثل هذا الكلام المقيت البغيض المردود على من قال به فوجدنا مثل هذا التصريح قد لاقى للأسف ضدات وموجات فعل التي أنا أقول يعني مش عادة في شعب بيط لذا أفضل جملة أقولها أستاذ أبو فادي الصمت في مثل هذا المقام أبلغ من الكلام نعم على كل حال يعني هذا الوزير من عطماء يهودي حزب يميني معروف وهو بعد ذكر أنه يعني بالمعنى أنه هو ما قصدتش عن جد أنه يعني وإنما يعني حكي نوع من التوري نسمي إحنا بالعربي يمكن نعم فهو بقول أنه لا أنا ما قصدتش أنه عن جد يعني بالمعنى بس هذا التصريح أثر عاصفة من ردود الفعل في كل العالم مش عليه بس عدولة إسرائيل كلها صدقنا عدولة إسرائيل عارفة إسرائيل عدولة إسرائيل وهم منتبهين تعرف في المجتمع الإسرائي فيه كثيرا ناس متقفين أيضا مش كلهم اللي بقدر اللي يعني بقدر يقول كلام من هالنوع ويسمح لنفسه يقول كلام من هالنوع فكثير يعني الردود الفعل كانت قاسية جدا على التصريح وحتى ناس اللي يعني شخصيات اللي اعتبرت يعني معتدلة لا هي مئنية ولا يسارية ولا يعني ولا هي بتفوت بقى مواضيع بعدين فيه نقطة مهمة تفضل فيه أكثر من متين مختطف أو أسير في في غزة من الإسرائيلية هذول العائلات الأهل انجنوا جنون يعني جنة جنونهم نعم إنه كيف بيكترح أنه يعني ألكو كنوا من إذرية عليهم أنهم يعني يعني بدأوا يكتل الكل على فكرة هي كنوا من إذرية مش راح تميز بين فلان وعلى أنت زيد وعفيد طبعا وبين ياد مردخاية بجنب أبدا أبدا أو بين الكيبوتسات الأسف اللي كانت فيها الأعمال الأخيرة يوم السبت ساموال إسرائيلي السبت الأسود وبحق أنه ألاف ناس تقتلوا فخلينا نرجع للهذا إنه إسرائيل يعني بتقول بالمعنى إنه إحنا أنا بحكي بشكل منفرد عن عائلات الأسرة أو عائلات المخطوفين كل واحد بسميه السن نعم فهم بقولوا إنه يعني كيف يعني كيف كيف بسمح الحال ووزير يحكي إيش من النوع واخرى يعني بالمعنى وساعتنا أولادنا هناك أيضا أعطيك هذا الموضوع ليست رحيح يحكوا عنه كثير أستاذ بسام نقول إعماله الكلام أولى من إهماله والكلام الصديح يقدم على الكلام الكنائي بناء عليه لا تقول ليش قصدي ونيتي ومش عارف إذا كان الكلام الصديح قد خرج منك إذن قبل ما إنك تحكي الكلمة وزنها يعني أنت وزير أنت مش إنسان عادي أنت وزير يعني أنت تحمل هذه الوزارة سواء كان بحقيبة أم بغير حقيبة ولكن عمحاء إلياهو الكلام تبع يحمل على أنه حقيقة ليس على أنه بس مجدد كلام لهيك إسرائيل وجدت نفسها محضجة أمام العالم أجمع وما تفضل به أهل الأصدر والأهل المخطفين كل واحد كيف يسميها هم يضيدون الدفاع عن أبلائهم ومش بهم هو الكد اللي في غزة ولا داخل غزة ولا كده بس بكلك ابن وبينت ونا ولكن الإنسانية مهمة كل الجملة كثير مهمة دكتور أحمد قعدان فضل فرضا لا سمح الله لا سمح الله ولا كده فرضا فرضا يعني أنت بدك أنت بحاجة أو أنت مثلا أخر مرة لا سمح الله صار إشي من النوع شو معنى هناك في أطفال يهود نعم وفي بنات يهود وفي أمهات يهود وفي نساء وفي شباب يعني كله بس أنا بحكيش عن هيك بس أنا بحكي كما عن غزة يعني زي ما تفضلت حذرك يعني أحسن الواحد يسكت لأنه شو يعني بدك صدقت شو هالتبكير هذا إحنا مع سلام أنه يعني يوضع حد لكل الأعمال العنف لكل الحروب إحنا عمل إشي و أنا أقول لك أنه أكون بلدرية شو كون بلدرية بضيك وأفعال يحتاج بعدها إلى الاعتضاء إذا وزن حكيك قبل أنك تحكي وكان مهم أنه بسرعة رئيس الحكومي نيتانياهو قال أنه يعني حكي فاضي بالمعنى نوع من الهبل كذا ترجم حكي بالعمية كأنه جعل بأسهم بينهم شديد واضح نعم سأل ننتقل عنوان ثاني بدكتور أحمد قعدان ضيفي في هذه الموجة المفتوحة بلينكين لعباس في رمالان بكله اكتباس السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا في مستقبل غزة انتهى الاكتباس ما رأيك فاضي حكي دكتور هل هو قابل للتنفيذ حاليا غير قابل ولكن كل ما تقوم به إسرائيل من أجل أن تعيد غزة إلى بين قوسين إلى توأمة الضفة حتى تكون هناك السلطة الفلسطينية الموسعة كما كان عليه العهد سابقا قبل أن تنفصل وقبل أن تنفرد وقبل أن تستقل غزة عن السلطة الفلسطينية وكأن لها سلطة خاصة بها فما قاله وزير الخارجية هو يريد بذلك أنه نحن نقوم بواجبنا نحن نقوم بما نقوم به من أجل أن نسلمكم غزة على طبق من ذهب فلتعد لكم السلطة عليهم كما كانت لكم السلطة على غزة سابقا هذا المفهوم ضبنا من كلام بلينكين لعباس فأنا رأي الشخصي تفضل أنا رأي الشخصي أنه أوكي يعني قبلنا الإشي بس يعني إحنا أنا حتى طول حياتي بقى من دولتين لشعبين وأعتقد قسم كبير من الجمهور العربي معظم بجوز العالم العربي يؤمن من نفس الله لدولتين لشعبين فإذا بلينكين وأعتقد أن أمريكا كمان بتآمن بهذه الشغلة أكد مرة جو بايدن قال أن الحل دولتين لشعبين كده مرة قال الإشي واليوم وزير الخارجي كان بالضفاء أو مبارع كان لأحد اليوم اليوم كاين وحكى نفس الإشي وحكى عن أنه نعطيكم مياه بالمعنى على طبق من ذهب أو لشي لا تعرف كمين يمكن يعطيهم مياه على طبق من ذهب لأن حماس ليس أنه انتهى الموضوع إسرائيل كونه شو يتفكر يتفكر بس أنا حسب كيف تقديري حتى وزراء إسرائيلية حتى رئيس يقول أن الإشي يعني تطول التنظيم الذي هو حماس لن يستطيع القضاء عليه أبدا لا في يوم ولا في ليلة ولا في أسبوع لا نفكر بتقدير الخاص هذا تنظيم ممأسس والله تعالى أجل وعلم في هيكليته أنه يحتاج إلى وقت طويل إذا أضت النيلة منه أو القضاء عليه كما يدعون بناء عليه أنه يستطيع أن يسلم غزة كما هي أنه تفضلوا وخذوها على طبق من ذهب هذا شيء مردود عليه وما أتى ببايدن إلى إسرائيل حينما أتى بعد ما أنه اشتعلت الحرب بأيام وكانت حمية الوطيس ما كان منه إلا أن أتى ليهدئ نتنياهو هذه أول قضية لما حولت البارجات حتى تأتي بين قوسين على هذه الحدود وحينما تحركت كذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا وأتى وزير الخارجية إلى غير ذلك كل ذلك أتى ليهدئ نتنياهو ويهدئ من روحه لأنه أراد أن يبيد ما يسمى بغزة أراد أن يبيد ظاهرها على باطنها أراد أن يقلب رأسها على عقبها إلى غير ذلك فما كان من بايدن إلا أتى لتهدئة هذا بتقديري وجعل بعد ذلك في البند الثاني مئة مليون دولار من أجل ترميم غزة إلى غير ذلك مئة مليون دولار نعم مئة مليون وبعد ذلك بلينكين أصبح بحاجة إلى مليارات وبحاجة إلى مليارات بلينكين كما قالوا مع العاهل الأردني أردني ومع السعوديين هو سعودي ومع الإماراتيين هو إماراتي وكما قيل بحقي مع الفلسطينيين وفلسطيني أي أنه مع حل الدولتين حل الدولتين نعم لأني أتفكش أنه يعني هو مع الأردن أردني مع الفلسطيني فلسطيني لا يضاد بذلك أنه يريد أن يستكتبهم من أجل حل الدولتين أنهم يحطوا الحل على طولي بقول لو هذا فعلا صحيح كان خلصنا من المشكلة زمان صدقت أن حل الدولتين لشعبين هاي أكثر والحل الأسلام والأفضل وإنك عرب إسرائيلية فلسطينية برضو أحسن شيء لنا الدولتين أشعبين نعم أما كيف هاي قصة تظلوا حروب ويحكوا عن كونة بلدرية وعن غير كونة بلدرية هذا كلام مزدود غير مكبول أصلا أن نصل إلى مثل هذا المستوى المتدني هذا شيء مزدود على من قال به تعال نكرار الخبر تفضل بلينكين اللي عباس في رمال السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا في مستقبل غزة وصل وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الضفة الغربية اليوم لأحد واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المكاومة الإسلامية الفلسطينية حماس اجتمع بلينكين وعباس في مدينة رمالة بالضفة الغربية في إطار الجولة الثانية لبلينكين بالمنطقة منذ أن شن مقاتلوا حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر التشرين أول وقتلوا ألف أربعمائة شخص واحتجزوا أكثر من مئتين واربعين رهينة وبينما تواصل إسرائيل للضربات الجوية المكثفة التي يكون مسؤولو الصحة في غزة أنها أدت إلى استشهاد ما يقرب من تسعة تلاف وخمسمائة فلسطيني رفض وزير الخارجية رفض وزير الخارجية بلينكين دعوات لوقف اطلاق النار من مسؤولين عرب يوم السبت بعد أن نشدوا إسرائيل دون جدوى المزيد من الفترات المحدودة لتوقف القتال بلينكين يناقش كيفية حكم غزة بعد حماس عنوان آخر بلينكين لعب أسفل مرة السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا وعلى عديد من الصور لـ نحن نكون الآن مع فاصل بعد الفاصل سنواصل هذا الحوار السلام عليكم نحن نواصل هذه الموجة المفتوحة التي تبث بجهد مشترك لقناة هذا ولموقع بانت في آن المعان ونكون مع عنوين في موقع بانت هذه العنوين عمليا التي تحكي لنا كل ما يدور في الميدان وزير الدفاع الإيراني هذا عنوان خارجي عالمي أو دولي نصيحتنا للأمريكيين أن يوقفوا الحرب في غزة فورا وإلا فسيتعرضونا لضرر بالغ بايدن يقول أن هناك تقدما بشأن الهدنة الإنسانية في غزة هذا موضوع موضوع الهدنة كثير مشغل العالم العربي صحيح والعالم بشكل عام حتى في أوروبا وحتى في أمريكا كانت مظاهرات ضخمة كرب الكابيتول وكما في إنجلترا صحيح برضو ألاف عشرات الألاف فموضوع الهدنة الإنسانية كل وقت يتحدث عنه بالعالم على حد الساعة إسرائيل والأمريكا ليس مقتنعين لا الهدنة الأمريكا مقتنعة وتطلب من إسرائيل أما مثلا وقف تطلق نار لا الهدنة الإنسانية يجب أن تكون يجب أن تكون وهذا مطلب عالمي دولي الهدنة الإنسانية أن تتعامل حتى لو كان في ظل الحرب أن تتعامل مع الذين يكونون تحت إطلاق النار بكل إنسانية ممكنة أن نعينهم على إيصال المساعدات والمعونات والمؤن إليهم من مطعم ومشرب إلى غير ذلك لا ننسى أيام قليلة ندخل إلى فصل الشتاء وكما الإشارة سيكون كفير صعب لمن لا مأوى له ولا مسكن له ولا معيل له إذن يجب علينا أن نتعامل بكمة الإنسانية مش تخصيصا أنا أتحدث عن الوضع الظاهن الموجود نتحدث بشكل عام يجب أن يكون الإنسان المسؤول الذي يعطي بين قوسين الأوامع أن يكون إنسانا القائد وأن يكون قويما متينا عادلا مستقيما حتى أن يكون قائدا بناء على خطابي نوجه إلى كل مسؤول أن اتقوا الله تعالى في الناس في الناس نتحدث بشكل عام أضف إلى ذلك أستاذ أبو فادي هنا ما تحدث أنتوني بلينكين عن حل الدولتين هو يعلم أنه الحل الأمثل ويعلم أن هذه حرب دائرة وستنتهي هذه وسيخلق بعدها وسيخلق بعدها سألنا وراء وقعتك بالحديث أنه بالنسبة لنا كمجتمع عربي إسرائيلي فلسطيني نحن ضد سحق ضد أي حل فين نرى دم دم لا للإسرائيلية ولا للفلسطينية نحن ضد أي دم يراك في العالم بغض النظر ما يكون نحن ضد قتل الأبرياء ضد قتل الأطفال ضد قتل الشيوخ ضد قتل النساء ضد العنف كله أنا حسب رأيي وضد قتل الجنود من الطرفين أحسن الجنود يروح يشتغلوا يعملوا أشياء للمجتمع مش إنهم يروحوا يفيدوا مجتمعاتهم أبداً يقتلوا ويكاتلوا ويتطخوا ويكتلوا ويكتلوا أنا أقول وأصدح أنني ضد أي عنف شو ما يكون بأطيافه بألوانه بأشكاله شو ما يكون يكون حتى لو كان عنفاً كلامياً نعم ضد أي عنف هذا العنف ضد النساء ضد الأطفال ضد الشيوخ ضد بعضنا حتى لو كان كلاماً حتى لو كان غيبةً ونميمة حتى لو كان حكداً وحسداً نحن ضد أن يكون بداخله أن يكون حبه للوطن أن يكون عنده وفاء وأن يكون عنده انتماء وأن يكون عنده عطاء هذا الأصل بالإنسان يكون حتى يكون محباً لأخيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإنما المؤمنون إخوة لسا بدك تحكيل على الإنسانية الآية واضحة يا أيها الناس الياء دات نداء المناده والله المناد عامة الناس لا تقول ليش مسلم كافض كذا الناس خلقهم الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالمعاملة الحسنة فتحت السند وفتحت الهند بالمعاملة الحسنة دخل إلى الإسلام كل من هم في جنوب شرك آسيا بالمعاملة الحسنة ليس حديثاً نبوياً الدين المعاملة وإنما أجمع أهل العلم والفقهاء والعلماء على أن الدين المعاملة إذن لماذا لا نحذو حدوهم ليش من خلال كيف قال سيد عمد بن خطاب أدعو إلى الإسلام وأنت صامتة كي لأن يكون ذلك قال بأحلاقكم حالو نرجع للعنوال التي وصلنا منه لحكيك هذا المهم دكتور بايدن يقول أن هناك تقدماً بشأن الهدنة الإنسانية في غزة أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت يعني انبالح على سؤال من الصعبيين أما إذا كان هناك أي تقدم محرز بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة قائلاً اكتباس نعم انتهى الاكتباس ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأمريكي بايدن قوله في تصريح صحفي مقتضب إن الجهود المبذولة لإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة تمضي قدماً وفي وقت سابق أمس السبت قال وزير الخارجي للأمريكي أنتوني بلينكين للصحفيين في عمان بعد زيارة تل أبيب إن اكتباس إعلان هدنة إنسانية سيساعد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة أوكي شو رايك نعم أقول إنه أساس من أساسيات الحرب شعرنا أمريكا بتحاول تهدي أمريكا بدها تهدي الوضع أنا الآن أتحدث وجهة نظري أنا السياسية بكل تواضع أنا برأي إن الحرب لن تطول برأي الشخص أنا إن الحرب لن تطول كما يقال أنا من أول يعني من سبعة شهر حكيت هذه الحرب ستدوم ربما إلى شهر هيك برأي الشخص بكراءة السياسية المتواضعة هذه الحرب لن تطول هذه الحرب ما أرادوا منها إلا أن يعيدوا غزة إلى السلطة الفلسطينية إلا أن يكون هناك حل الدولتين إلا أن يكون هناك في فتح الجبهة الشمالية إلا أن يكون هناك سلام مع سوريا ولبنان وهكذا يكون هناك هدوء قد ساد الشرق الأوسط هذه بكراءة السياسية المتواضعة هذه ليست الحرب الكبرى التي تحدث عنها السياسيون والمحللون هيك أنا شايف الآن بالنسبة إلى الهدنة نعم يجب أن تكون هدنة في الحرب هناك أخلاقيات لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا مضاءة لا تهينوا شيخا لا تقطعوا شجرة إلى غير ذلك هذه أخلاقيات الحرب في هذه الهدنة الإنسانية يجب أن يكون هناك أخلاقيات يجب أن تصل هذه المساعدات هذه المؤن يجب أن تصل إلى الناس الناس لا ذنب لهم لا ذنب لهم سوى أنهم سكنوا وقطنوا وتواجدوا في تلك البقاء لا ذنب لهم لا من قريبين ولا من بعيد فلماذا نعاقبهم؟ على ما نعاقبهم أصلا أنتم تبحثون عن X, Y, Z لن تجدوهم من أولئك الذين يجلسون الآن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فكوا يقينا ما نقول هذا كل يأتي إجتهادات بناء عليه يجب أن تصل مثل هذه المؤن وهذه المعونات وهذه المساعدات إلى الأبغياء بالنسبة لأمريكا هي من البلاد التي كثير محرجة مزبوطية وقفة بشكل قاطع مع إسرائيل ولكن هي ليس بأحسن وضع لما في 120 دول يصوتوا ضد مع وقفة لقنار صحيح يعني عمليا أنهم يصوتوا ضد أمريكا كمان جو بايدن نفسه اللي هو من الديمقراطيين صارت شعبيته الحضيض لأن أغلب الناس حتى من حزب الديمقراطي الأمريكي كلهم مع وقفة لقنار ضد أنه يكمل الحرب وهو مش عارف شو بيعمل هو محرج كثير شافوا هيك أنت برضو محرج هناك لحظات نزح لحظات احتضار سياسي لقائدين الأول منهما بايدن والثاني هو نتنياهو بالنسبة لنتنياهو الأفضل أنه تمد الحرب الأفضل أن تطول الحرب ليه؟ بالنسبة له باقي مكانه يعطي أوامضه وإلى غير ذلك بالنسبة لجو بايدن نعم 120 دولة صوتت على إيقاف الحرب حالا فوجد نفسه محرجا بناء عليه يجب عليه واحد من اثنين هو أمام خيارين أحلاهما معق إما أن يستجيب يستجيب إلى إسرائيل ويوافقها ويستمر معها ويدعمها ويبقى الأب المحتضن هذا الإبن وإما أن يكون عقلانيا إنسانيا ويستجيب لمطلب ما يزيد عن 120 دولة أنه يجب أن نوقف هذه الحرب بس ما بدوش بايدن أن الحرب تنتهي بخسارة كبيرة فادحة لإسرائيل بناء عليه هم يعطي كم يوم للأسف أنهم يعدون بين قوسين النصر بعدد قتل الأبرياء هذه المصيبة أنه قتل عدد 9000 10 ألاف إلى غير ذلك هم يتحدث عن الصورة النهائية هل الصورة النهائية ستكون إطراء لحماس أو هل الصورة النهائية ستكون إطراء لإسرائيل أنه لمن ستكون الصورة النهائية بعد هذه المعركة هل ستكون للإسرائيليين أم لحماس فهذه بالنسبة لهم بالنسبة لإسرائيلية أعتقد كمان لحماس بالنسبة لها كثير مهمة وأنا شو بهم من هنا أنا بهم من هنا خلصوا الحرب مش الصورة شو هاي الصورة بلا صور بلا ليل وزيب كلها بالعامية صدقت قلتها وأعيدها أستاذ الحبيب أبا فادي قلت الحرب ليس فيها ضابح كل الطرفين خاسر هذا فقد وهذا فقد وهذا أهين وهذا أهين في عقض ووكض بيته بناء عليه الحرب ليس فيها هو إنساء طابح يعني هذا الذي فقد ابنا من الطرفين بحكي الذي فقد ابنا والذي فقد ابنة إلى غير ذلك أفلا يتألم أفلا يتوجع على فقدان فلدتك بديه والجواب نعم والسؤال ماذا حصلنا بعد الحرب هل في هناك شيء اللي بين قوسين هل كد يعني بدي أقول أتى بثمرة كبيرة على هذه الجهة ولا على هذه الجهة والجواب أكيد لا بناء عليه أنا أناشد الآن المسؤولين أن يوقف الحرب حالا بهذه الحرب لن يطالنا نحن وهم كل الطرفين إلا للأسف إلا الخسارة إحنا حسين فيها طبعا حسين فيها نحن في المجتمع العربية شعلنا في الوضع الاقتصادي الصعب عند الناس ليس فقط الوضع الاقتصادي المعاملة النفساني الوضع النفساني إنه كأنه نحن يعني مش عارفين من لين تجينا نحن يعني مواطنين في دولة إسرائيل معنى هواية نحن فلسطينيين معنى هواية إسرائيلية ومن ناحية ثانية مش سيهن مش بسيط الاشي وهونا أنت بدور يهودية نعم نقول أن الخط الطاغين هوا دور يهودية ومش عارف هذا بيقول لك أنت مش مليئ هذا بيقول لك أنت أو هذا بتطلب منك إيش هذا بتطلب عكسه نعم فهو هذا نحن الجمهور العرب الفلسطيني الإسرائيلي صعد سامحني أنا قاعد بوزن في كل حدف بحكي حتى لا أسأل ولا أحاسب عن ذلك من قبل الجهات المسؤولة والمخابضات عن مثل هذا التصريح اللي أنا كانت أحكي أو التحليل اللي أنا أحكي وهذا بحياتي كلها ما عمل في حساب دائما كنت أحكي بحضية كاملة مطلقة إلا في هذه الحرب لأننا رأينا من وضع على الفيسبوك آية من القرآن وحوسب ومن وضع جملة وحوسب ومن وضع مقططع من قصيدة لفلان وعلان من الشعراء والأدباء المعروفين المشورين وحوسب عليها منهم من أخذوا بين قبسين شهادته استردوها ومنهم من فصل من عمله وكان مسؤول في قسم في مستشفى ومن من حوسب أنه يبقى بالحبس الجبري المنزلي والسؤال علامة عشان شوه لأنه تفوه بلفظ أو بكلمة ولم يحرد وما وقف ضد جهة معينة وما وقف مؤيدا لجهة معينة أبدا فلماذا تكميم مثل هذه الأفواه أوليست حضيتنا تنتهي عند المساس بحضية الآخرين هذا الذي تعلمنا وتعلمنا أن هناك حضية التعبيض عن الضائي وللأسف اتضح أن وقت الحرب لا تعبيض ولا ضائي كان بسبعة أكتوبر غير معادلات الحقيقة صحيح أنا شخصيا بغض النظر رأيك ورأي آخرين أنا شخصيا أقول لك هناك أولاد هؤلاء الأطفال التي أخذوهم على غزة لا تقدر الشيء التي بنات المرأة الاختيارة التي ستتسلم على الجندي من حماسكة بالمروحة وغروحة وغروحة يعني لا تعرف لا تقدر الواحد يعني هذا الذي سار في 7 أكتوبر كثيرا لا تستهن وليس بسيطة وليس متوقع وليس متوقع حتى كانت رد فعل إسرائيل وبما فيها إلى الشيء التي تقولها أنه دلوا بالكم إذا كنت تمدح أو تثني على حماس أو حماس أنت ارتكبت مخالفي وهكي كمان لا كانت متوقع لأننا طول حياتنا عشرات السنين زي ما تفضلت حضرتك ولا مرة فكرنا شو نقول صحيح ولكن اليوم الحقيقة مش بس أنت كثير ناس يعني بيجوا هنا تحت البث وفوك البث تحت الهواء وفوك الهواء بيقولوا هاي الأشياء بيحكولنا إياها فإحنا أخرى مرة إحنا دورنا رجب يكون إنه مع سلام مع دوتين شعبين مع السلام ومع السلام ومع السلام ومع حل الدولتين كذلك حتى يعوم بالسلام والأمن والإطمئنان والسكينة مش بس عندنا هون مش بس في المجتمع العربي نسأل الله أن يعوم بالسلام قاطبة في شتى أذجاء وأسقاع وبقاع الأرض كلها إن شاء الله اللهم آمين آمين الله تعالى خلقنا مش عشان نكتل بعض من البعض أبدا بس احنا منعرف اللقابيل قتل هابيل أو بتعرف في الآية اللي بتحكي عن القتل إنه الله سبحانه وتعالى أكثر حرام عنده القتل لا طبعا كمان بداعت الحديث النبوي الشريف إنه الكعبة بعظمتها الكعبة بأجر ووصول هذا الحاج وإلى المعتمر ليطوف حولها دم مرضئ مسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة نعم مش سهل الإشي أن تقتل أخاك المسلم لأخاك الإنسان هذا ليس سهلا ليس بسيطا فنوجه لهم خطابا كذلك أوكف الحذب أوكف الحذب إحنا بشر إحنا إنسان الإنسان سبحان الله من الإنسانية مش بس من النسيان مش أنني أنسى أو أتناسى ما مضى علي في حكبة من الزمن أبدا وإنما أنا إنسان بتعاملي بأخلاقي بسلوكياتي هذا هو الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنوضة جاهده يهودي يعني مدينة مختلطة وكيف كان يعملهم وذلك الذي كان يضع له الأشواك والأوساخ على باب بيته كان يضع له بالهداية مش كان يسب عليه ولا يضربه ولا يهينه ولا يمد إيده عليه ولا يعتدي عليه ولا يجاوز حدوده وحقه أبدا أبدا ولي كان يخاطب بالصحابة ضد الله تعالى عنهم ذاك واقفا وذاك جالسا ويقول له هل لا سمعتني هل لا سمعتني هل لا سمعتني اجلس لغة الحواض لغة الأربعة عيون هكذا كانوا بذكرني بالتطورات بالتطورات بالنسبة للأشياء التي صارت في الشهر الأخير نعم لما أجل بلينكين راح إلى مصر بعدما كان في إسرائيل قال له عبد فتاح السيسي هيك حكي عبد فتاح السيسي نعم قال له عبد فتاح السيسي قال له أنا جاي هنا عندكم مش كوزير خارجية مش بس كوزير خارجية أمريكا وإنما كيهودي نعم قال له عبد فتاح السيسي كيف كان بالنشر يعني نعم قال له أنت جاي وزير خارجية أمريكا كيهودي وأنا بقول لك أنه أنا اليهودي كان جاري على مدى السنوات الطويلة في القاهرة يا الله يعني أنه هذه الحياة والحياة ستستمع ولكن أعود وأقول تبقى الأخلاقيات في التعامل ومهم أنه برضو يعني يكون عدل بالحياة كل واحد يأخذ حقوقه لأنه إذا ما يكون عدل وإذا ما كل واحد يأخذ حقوقه وبدوا مظلهم يتحاربوا بصحيح لازم تلتكى معادلة اللي تضمن حقوق الجميع وتكون مليحة للجميع يعني بدون ما إيجاد معادلة من هالنوع بدوا ظلوا حروب بدوا ظلوا السفك دماء بدوا ظلوا فيمكن الأكل اللي أنا وياك منتفقين أنه دولتين الأشعبين ممكن تضمن هاي الأشياء اللي حنا نفكر فيها هذا الصح يعني شوف سبحان الله حتى على صعيد المؤمن يقاتل أخاه المؤمن مش رطي أنك تقاتلني جسدي إذا أنت بتستغيبني أو بتحكي عليه كلام اللي هو يعني غير طيب بديء ولا غير مقبول ولا غير معقول أنت آذيتني بناء عليه لاحظ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول وإن طائفتاني من المؤمنين قتاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عتت وتجبرت وتكبرت فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة ترجع حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل هذا العدل التي تفضلت فيه وأقصطوا إعدلوا إن الله يحب المقصطين القصد أن السقف الأعلى هو العدل على الإنسان أن يكون عادلا عادلا إيجاد حل دولتين إيجاد حل السلم والسلام والأمن والأمان والسكينة والإطمئنان أنه إذا فتنا على بلدي للجميع 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 سواء كان للشعب الفلسطيني والشعب اليهودي للجميع هذا لأنه قاش فيه صحيح إنه الواحد مننا يعني أقول لك أستاذ أبفادي وأحكي لك إياه بشكل بسيط جدا كنا ندخل سواء كان إلى البلدات اليهودية سواء كان الإخضيضة نتانيا أي تل أبي بالكدس إلى غير ذلك وكأنك تدخل إلى بلدك عادي اليوم أنت بتعمل مليون حساب قبل ما أنك تيجي تعمل أي معاملة في الإخضيضة ولا في نتانيا ولا في كده مخافة أن يعتدى عليك مخافة أن يتطاول عليك مخافة أن تسمع بصميم أذنيك كلاما يعني غير مفرح غير مبهج أو اعتداء لفظي طبعا هذا الحكو الأصل فيه يكون منتي طبعا هذا الأصل يكون منتي ليه مثل ما تفضلت نحن كتب علينا أن نعيش فيه مثل هذه الدولة أن نأخذ هذه الجنسية نحن عرب ونحن مسلمون طبيعة الحال يقابل ذلك إذا ما تحدثنا عالميا نحن ندعو الجميع أستاذ أفادي كل الأمم كل النحل كل الملل أن تعود إلى وعيها وصوابها عشو بتكاتلهم وعشو بتكتلهم عشان إيش أغض أخي في الله متسعوا وفي الإيمان متسعوا ودوذ الله ما ضاقت بقوم آمنوا وسعوا ولا ضاقت بهم أغضن ولكن ضاق مجتمعوا فأذ الله واسعة وفي الإيمان متسعوا ما الآن محل الإيمان الحمد لله نكون الآن مع فاصل بعد هذا الفاصل سوف نواصل الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد قعدان هو عضو بلدية باكة الأربية وهو عضو المكتب السياسي للقائمة الموحدة وهو رئيس قائمة بلدنا تجمعنا أعتقد كما نعمل في البلدية وهو محاضر في كلية القاسمة نحن سنكون مع الضيفنا الكريم الدكتور أحمد قعدان بعد هذا الفاصل لنكون مع الفاصل ثم عودوا إلينا بعدهم السلام عليكم في تكمة مشوار الموجة المفتوحة لقناة هلأ بالتعاون مع موقع قنيت ورحب من جديد مع بالدكتور أحمد قعدان وهو عضو بلدية باكة الأربية وعضو المكتب السياسي للقائمة الموحدة ورئيس قائمة بلدنا تجمعنا محاضر في كلية القاسمة برحب فيك أجمل ترحيب دكتور تحية لك أستاذ الفاضل كل رب يحكي ليسألوا انتخابات أو الأساس سكوت لا هدوء شوي هدوء ما قبل العاصفة كيف يحكو آخر شبكتوا جاهزين للانتخابات كنا جاهزين كنا حطينا اللافتات نعم أنا رئيس قائمة بلدنا تجمعنا وظمزها ياسين بفضل الله الحمد لله نواصل المسيرة بفضل الله بعطائنا وانتمائنا لبلدنا وأهل بلدنا بفضل الله ليست قضية مناصب أو تدشح بقدر ما أن العطاء دائما موجود بفضل الله قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وعطينا وسنبقى نعطي دائما إن شاء الله ما استطعنا ونقدم ونبذل الجهد لن نتدخل جهدا ولا صهدا ولا عرقا في سبيل أن نرفع ونضق ببلدنا إن شاء الله إلى أعلى المستويات كل دكتور رائد مصاروي دقة رئيس البلدية هل كونك تترشح على رئيس قائمة تكون متفك سلاف مع إدايك لا أبدا نحن مستقلون ونحن مقرر مع من تكون بالنسبة للضئاسة نحن نفسح المجال لجميع المواطنين سواء من يصوت لنا أو لا يصوت لنا الكل له حضية القياد والإختيار قطعك شوية بس قبل شوية كان صفرات إنظار في بير السبع بدأ برأسي موضوع القائمة حماه الله إن شاء الله حماه الله وأننا قبل الأشم فعندما أفتنتنا أنت خفات قلت بدا سألها قبل ما أنسى الله يبارك فيك فنحن نعطي الحضية الكاملة والمطلقة لكل مواطن أن يضع صوته لأي ضئيس أو لأي مضشح لضئاسة شاء في من هم المرشحين للرئاسة؟ أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا عضوية أنا ضئيس قائمة عضوية أنت ليس فاضل للرئاسة الحمد لله يعني مشاغل ومصاعب ومتعب الحياة الدنيا الحمد لله نقوله دائما الحمد لله الذين يحمدون الله في الصداء والضضاء والنعمة بالله الحمد لله ونعمة بالله الحمد لله نقدم بفضل الله ما استطعنا سواء كنا في البلدية أم خارج البلدية ولكن المضشح لرئاسة هم ثلاثة الأستاذ المربي الفاضل القديق زميلي عشرين عاما في ثانوية العلوم والتكنولوجيا رئيس البلدية الحالي الأستاذة الدقة أنت بإتلافهم في نقطة الحضر؟ نعم نحن بالإتلاف فضل الله منذ أربع سنوات وأخ الحبيب الغالي العزيز بدي أقول ابن جيلي وابن صفي المحامي مرسي أبو مخ نعم الذي كان رئيسا للبلدية ثماني سنوات آخر مرة هو مقبلش يترشح مظبوط صدقت صدقت بالألفين وتسعة عشر لماذا على رأيك يترشح هذه المرة؟ مرسي كان حكيما وذكيا أنه لم تترشحش بالألفين وتسعة عشر يعني في حينه كان حكيم وذكيا خطوة سياسية مدروسة يعني بشكل جيد هل هذه صفاة تنطبق عليه اليوم دكتور إنه إنه حكيما وذكيا لا أستطيع أن أصدرح ولكن أعرف أن كل من ترشح لمنصب رئاسة أو عضوية بالطبع سيكون إن شاء الله حكيما وذكيا والثالث برجع له شوية والثالث هو المهندس أخ العزيز الحبيب الغالي الأستاذ عاطف ربحي أبو مخ أبو جميل صاحب مزرعة أبو جميل شغل لعدة مناصب سواء كان في البلدية أم غيظة البلدية ثلاثتهم يعني لا نزكي على الله تعالى أحدا ونسأل الله التوفيق والسداد لمن يختاره أهل البلد مهندس هو مهندس يعني كان مثلا أشتغل أشتغل مهندس في البلدية فتضع في البلدية نفسها في البلدية السابقة القصد يعني في بلدية باقة نعم في بلدية باقة نعم يعني في النهاية سبحان الله وما تشاءونا إلا أن يشاء الله وذب العالمين أما أنتم عندكم عضو بالحضرتك عضو بالبحثين نحن قائمة بفضل الله عز وجل عندنا عضوين اثنين عضوين ما شاء الله نعم بفضل الله تعالى اثنين من الـ 15 بفضل الله وإن شاء الله الانتخابات القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى التيسيضة والسداد والنجاح اللهم آمين ونسأل عضوين أو ثلاثة إن شاء الله على أقل تقديح شيء من ناحية منطقك أنه أنه يعني أنه ما ترشح الفترة السابقة الرئيس السابق نعم وأنه هذه المرة رد ترشح نعم وكان قد شو بالبالد بيحكو عنها قد فاز بدوضاتين ومتتاليتين أخي العزيز مدسم من 2011 إلى 2019 ثماني سنوات فكان من الحكمة لا يتضشح بال2019 ومن ثم لم يتضشح من البداية في 2019 مش دا كنتضشح وانسحب لا ما تضشح من البداية والآن من المناسب أن يكون منافسا جديا بقاعد عريضة وهي عائلة أبو مخ ألما أنه لم ينزل باسم عائلة أبو مخ وإنما نزل باسم باكا كلها حاله كحال أضائيس الحالي الأستاذ الفاضل المرب بضاء الدقة وهو عائلة صغيرة ولكن عائلته والأكبر هي باقة يسأل الله التوفيق يعني المرة التي فاتت بالانتخابات التي سبقت مرسي أبو مخ خاض انتخابات على أساس عائلية أم لا أيضا كما دكا أو هو بجزء الأول هي لن تستطيع أي عائلة في باقة أن بين كوسين أن تخذ جدائسا عضو نعم تستطيع مثل هذه العائلات الكبضة لكن لدينا خبر مهم عاجل أيضا أثارت تصريحات أدلت بها عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين من القائمة الموحدة اليوم الأحد في مقابلة مع قناة الكنيسة ردود فعل واسعة في الحلبة السياسية الإسرائيلية لأن كل الحلبة السياسية الإسرائيلية المقصود عبري وعربي وقالت عضو الكنيسة إيمان خطيب ردا على سؤال حول الفيلم الذي عرضه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ويحتوي على مشاهد قاسية من الهجوم المسلح في السابع من أكتوبر تشرين أول وقالت إنه لا يبدو على الأقل كيف ما جاء في الفيلم أنه تم ذبح أطفال أو اغتساب لسان وأوضحت خطيب قائلة خلال المقابلة لو تم مشاهدة اقتصاب أو ذبح أطفال لكان ذلك أمرا مخجلا ذهب ثلاثة من أعضاء حزبي وشاهدوا الفيلم جلسنا بالأمس وتحدثنا على الفيلم لم أفعل ذلك حتى أن ما يرسل إلى هاتف الخروي لا أفتحه لأنه يسبب للألم فقط نكمل بالموضوع الأول قبل ما نفحص هذا بالنسبة للانتخابات في بارك بإذن الله في 2019 المحامي مرسي أب مخ لم يتذشح أعود أقول عائلة مهما كانت كبيرة لا تستطيع بين قوسين أن تخرج رئيسا وتضعه وتنصبه رئيسا لبلدية باقة ذاك أنه عدد المصوتين أو من لهم حق الاقتراع في هذه الفترة يفوق ويزيد عن 22 ألف وليس هناك أي عائلة تملك حتى بدي أقول سدس مثل هذا النصاب بناء عليه لا بد من أن يكون هناك تكاتف وتلاحم ما بين هذه العائلات سواء كانت الكبيرة أم الصغيرة من أجل أن تكون كلها قد وضعت صوتها في الصندوق في صندوق الاقتراع من أجل أن تكون المحصلة النهائية فلان أو علان رئيسا لبلدية باقة بناء عليه نقول الرئيس الذي ينصب رئيسا لبلدية باقة لا بد أن يحصل على الأقل على عدد كبير يفوق عدد أي عائلة كانت سواء كان أبو مخ أو كانت قعدان أو كانت غنايم إلى غير ذلك من العائلات الأستاذ الدقة طبعا حصل في الجولة الثانية ما يزيد عن 8800 صوت وهذا يدل على أن هناك الكثير من العائلات التي وقفت إلى جانبه ألمن أن الوالد العزيز الغالي المرحوم الحاج جلال أبو حسين عليه رحمة الله تعالى الذي كان في باقة لجميع الشباب بمثابة الأب الحاني والوالد العطوف عليه رحمة الله تعالى قد حصل أيضا على عدد كبير بالألاف من الأصوات في الجولة الثانية طبعا أتحدث كل ذلك جاء بعدما كان هناك ثمانية مضشحين للرئاسة في العام 2019 أعود وأكرر وأقول المحامي مرسي أبو مخ لم يترشح ما كان اسمه مدرجا في سجل بين قبسين المرشحين للرئاسة فعاد بعدما رأى بحسب وجهة نظره طبعا ومؤيدي رأى أنه من المناسب أن يخوض هذه الانتخابات لتقصير هنا أو هناك بحق أضائيس الحالي وحق أي إنسان طبعا أن يرشح نفسه للرئاسة أو للعضوية على صعيد العضوية أقول بفضل الله تعالى قائمة بلدنا تجمعنا وضمزها ياسين بفضل الله قدمت ولا زالت تقدم كانت جنبا إلى جميع المواطنين بفضل الله في باقة الغربية الحمد لله كان لنا أثرا وبصمة عظيمة على صعيد كل المشاريع في باقة على صعيد كل اللجان في باقة من هنا لابد من شكر عضوي هذه الكتلة العظيمة كتلة بلدنا تجمعنا اللي هو الأستاذ الأخ العزيز الفاضل بدي أسميه الرجل المعطاء مسعد قعدان جزاه الله خيرا الذي كان يقدم ولا زال يقدم حتى هو خارج البلدية وأخ العزيز الحبيب الغالي شدوان لضفيق قعدان كذلك فبارك الله تعالى بهم وبجهودهم مبارك الله فيك بجهودك للإجابة هذه الوضع بارك الله أخير هناك كمان مرة أريد النسبة للخبر أتفضل أرى أرى كمان تلاقي الخبر هنا لسه في خبر هذا الخبر مهم الخبر الموحد مش كثير مهم هذا الخبر نشوف شوف الزبط بكسودو لابد أستاذ فادي أيضا أن نثني على عمل باقي الأعضاء في بلدية باقة جزاهم الله تعالى كل خير لأن الاتلاف كان اتلافا موسعا شاملا فوقفوا جنبا إلى جنب بفضل من أجل المصلحة العامة فبارك الله تعالى فيهم وفي جهودهم أجمعين والنعمة بالله دائما هيك الخبر بكل الأستاذ ظاهر في موقع بانت في أخبار محلية القائمة الموحدة تطالب وإنت لأنك من موحدة لنستك تعقب التفضل القائمة الموحدة تطالب عضو كنيسة إيمان خطيب بالاستقالة بعدها تصريحاتها حول أهجوم حماس اكتباس لم يتم اغتصاب نساء وذبح أطفال يعني التصريح بيحكي أنه كايلة لم يتم اغتصاب نساء وذبح أطفال كيف الخبر بيقول أثارت تصريحات أدلت بها عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة اليوم الأحد في مكابلة مع قناة الكنيسة ردود فعلا واسعة في الحلبة السياسية الإسرائيلية لأنك عضو المركز السياسي المكتب السياسي مهم أنك لربما تكون أول واحد يعقب وقال عضو الكنيسة إيمان خطيب ردا على سؤال حول الفيلم الذي عرضه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ويحتوي على مشاهد قاسية من الرجوم المسلح في السابع من شهر أكتوبر تشرين أول الحالي السابق الفائد وقالت أنه لا يبدو لا يبدو على الأقل كيف ما جاء في الفيلم أنه تم ذبح أطفال ويحتوي على مشاهد قاسية من الهجوم المسلح في سابع أكتوبر تشرين أول وقالت أنه لا يبدو على الاقل كيف ما جاء في الفيلم أنه تم ذبح أطفال أو اقتصاب نساء تعالي نكمل وأوضحت خطيب قائلة خلال المقابلة لقناة الكنيسة أنت من تبعي نعم لو تم مشاهدة اقتصاب أو ذبح أطفال لكان ذلك أمرا مخجلا يعني تكون لو شفت نعم ذهب ثلاثة من أعضاء حزبي وشاهدوا الفيلم جلسنا بالأمس وتحدثنا عن الفيلم لم أفهم ذلك لم أفعل ذلك حتى إنما يرسل إلى هاتفي الخلوي لا أفتحه لأنه يسبب لي الألم فقط هاي الخبر شو شو رأيك أقول بداية طبعا من مثل هذا المنبض أقول رسالة تقديع واحترام إلى عمل الإخوة النواب في القائمة العربية الموحدة رسالة العظيمة التي أتى بها الفكرة هنا فيها دعوة تفضل فيها دعوة من القائمة العربية الموحدة للنائبة إيمان خطيب نتقدم استقالتها بعد تصريح هذا أقول الرسالة العظيمة التي أتت بها الموحدة برئاسة وقيادة أخي العزيز الدكتور منصور عباس هي رسالة عظيمة جاءت لتخدم المجتمع العربي على الصعيدين المحلي والدولي طبعا أجل وأحترم شخص النائب النائب إيمان خطيب ياسين جزاه الله كل خير بما كانت تقوم به ولا زالت فالكثير من المشاريع التي قدمتها للمجتمع العربي لا أستطيع أن أؤيد ولا أن أنكر كوني لم أستمع من المصدر نفسه في المكتب السياسي حتى هذه اللحظة لأن هاتف ليس موجود معي حتى أتحقق وأتيقن من أخبار التي الآن أسمعها من حضرتكم في هذه القناة الطيبة ولكن أترك التعقيب للمسؤولين الذين لهم الحق كل الحق في أن يعقبوا سواء كان بطلب الإقالة أو الاستقالة إلى غير ذلك ولا بد أن تكون هناك مضاحل ألمان أننا نجل ونحترم شخص النائب إيمان الخطيب كما قلت سابقا بس لحظة شو يبدأ حاول أشوف هنا إشي إذا بنقدر سيد أفادي نعم قتل الأطفال منبوذ شو ما يكون يكون وين ما يكون يكون في كل العالم كله قتل الأطفال أمر منبوذ أبدا اغتصاب النساء أمر منبوذ هذا ليس من ديننا ولا من شرعنا ولا من إسلامنا ولا من ديننا الحنيف ولا يمثل أخلاقنا أبدا أن نغتصب نساء أو أن نقتل أطفال أو أن نمثل بجثث هذا ليس من الإسلام في شيء لا يمت إلى ديننا بصلاة هذا ما أصدق في كل الأحوال يعني في كل الأحوال حماس في السابع اغتصاب نعم السابع من الشهر الناضي وكأنه ذبح أطفال وكأنه اغتصبت نساء على أيديهم حينما طبعا ابتدأت الحل دعني أقول ذلك هذا اللي أنا فهمته هذا اللي أنا فهمته بس أعود وأقول هذا لا يمت إلى ديننا بصلاة أتحدث بشكل عام بأي دول كانت في أي قضة كانت لا يجوز قط عن لا قتل أطفال ولا تمثيل بجثث ولا اغتصاب نساء هذا ليس من الإسلام في شيء بجزنة نرجع لكبر من خلص المقابرة خلينا ونشوف خبر رئيسي في موقع بانيت الجبهة والحزب في أم الفحم الشرطة رفضت طلبنا بإقامة مظاهرات ضد الحرب وصل إلى موقع بانيت وصحيفة مظاهرات بيان من الجبهة والحزب في أم الفحم جاء فيه رفضت سرطة أم الفحم اليوم الطلب الذي تقدم به تقدمت به لازم الجبهة والحزب الشيوعي تقدم إذا جبهة والحزب الشيوعي تقدم في أم الفحم مهم أن اللغة العربية نحبة حزب تقدم لإقامة مظاهرة ليش لأنه إذا يكون مؤنث رجل ومرأة تخطبهم كانهم رجل صحيح هذا عدم مسوى لا لا أبدا أبدا سبحان الله صحيح أن المضى الناحجظي كان له وعاء وثدي كان له ثقاء ولكن لا يكون الإنجاب إلا بوجود ضجل صحيح إذا وصل إلى مؤكد بيان أم الجبهة والحزب في أم الفحم جاء فيه رفضت شرطة أم الفحم اليوم الطلب الذي تقدم به الجبهة والحزب الشيوعي في أم الفحم اللي إقامة مضارة في شوارع المدينة ضد الحرب على غزة ومن أجل السلام العادل وضف البيان يعني تبع للجبهة جاء قرار الرفض في جواب رسمي بعثه ضابط مركز الشرطة في أم الفحم بالتنصيق مع ضابط اللواء معالينا قرار الرفض بإقامة المظاهرة لأنها ستؤدي إلى مس صعب وجدي بالنظام العام وبسلامة الجمهور كما أشارت رسالة الشرطة إلى احتجاجات سابقة في أم الفحم شملت بحسب أقوال الشرطة أعمال تحريض ضد دولة إسرائيل وتابع البيان وكان سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة المثلث مريد فريد قد تقدم مريد أو مريد 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 مصدر ميمي نعم أضادر مريد مريد نعم قد تقدم بطلب ترخيص لمضاهرة ضد الحرب على غزة في شوارع مدينة أم الفحم بعد غد ثلاثاء وذلك في ظل القصف الإسرائيلي غير المسبوك لقطاع غزة وارتقاء ألاف الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء جراء هذا القصف المتواصل كل ارتقاء يعني ارتقاء إلى الله إلى السماء يعني شيء من أنه أبوكسدون وأكدت قيادة الجبا والحزب فيهم الفحم أن هذا القرار الاستبدادي لم لن يمنعها من إسماع مواقفهم الاحتجاجية ضد الحرب وأنهم يدرسون السبل القانونية القانونية لمواجهة هذا القرار والخبر الرئيسي أضحى الآن هو خبر القائمة الموحدة العنوان مرة أخرى القائمة الموحدة تطالب أضب الكنيسة إيمان خطيب بالاستقالة بعد تصريحاتها حول هجوم حماس عنوين أخرى بلينكين حكيناها بلينكين لها بس في رمالله السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا في مستقبل غزة وزارة الصحة في غزة على اللجنة الدولية للصريب الأحمر أو مصر توفير ممر لخروج الجرحة وعنوان آخر القتال يدخل يومه ثلاثين الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية بالرياه هجمنا أكثر من 2500 هداف وماذا كان رد موقف حماس لابد من تعقيب أستاذ بالنسبة للمظاهرات بالنسبة للمظاهرات ويعلمون على المليقين أن الدولة والشرطة لن توافق على ذلك وسبق وتقدمت لجنة المتابعة العليا أيضا من أجل الحصول على رخصة حتى يخرجوا بمظاهرة كبيرة واسعة في المجتمع العربي وقوب إلى ذلك بالرفض أضف إلى ذلك يعني أنتم شايفين الوضع وضع الحرب الموجود أتستطيع أن تسيطر على مشاعر وعلى تصرفات الشباب في الشوارع هيك سؤال أم أن المسؤولين سيختبئون والذي سيتعرض للمسائلة القانونية هم أبناؤنا وشبابنا هذا كمان تساؤل لابد وأن يوضع كل شيء في نصابه الصحيح والسليم نحن كل ياتنا منعرف أنه بداية تكون مظاهرة بداية تبدأ سلمية بداية سيكون هناك الشرطة حتى أن تضبط الأمر سيكون هناك ربما أنه اعتداءات من قبل الشباب على الشرطة أو الشرطة على الشباب ونحن عرفين أنه الكل في تعبئة عجيبة يعني فبداك في هذا الضرب اللي بين قوسين استثنائي في ظل وجود حرب نعم فيما تجدد إطلاق الصروح من قطاع غزة حكينا فوق بالعنوان الخبر الرئيسي القتال يدخل اليوم إلى 30 الجيش الإسرائيلي اكتباس منذ بداية العملية البرية هجمنا أكثر من 2500 هدف في غزة الرئيس عباس يلتقي بلينكين في رامالله وصارت جيش الإسرائيلي مع دخول القطاع اليوم والثلاثين شن الغرط والقصف والضربات المكثفة في قطاع غزة في ظل توسع عملياته البرية في القطاع المحاصر فيما تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل وفادة وسائل الإعلام عبرية أن منظومة الكبة الحديدية اعتراضت أغلبها اعتراضت أغلبها وقال المتحدث في لسان الجيش الإسرائيلي أن طائرات مكاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هجمت ليلة الماضية بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله على أرض لبنان بعد رصد إطلاق عدة قضايف صاروخية من أراضي لبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل ولم يتم رصد سقوط قضايف صاروخية على أرضنا بالإضافة إلى ذلك تم رصد إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة المطلة المطلة دون وقوع إصابات بعدها العلوين بايدن يقول أن هناك تقدم بشأن الهدنة الإنسانية في غزة حكينا عنه وكانت لأنباري فلسطيني استشهاد 51 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيل لمخيم المغازي رئيس الوزراء الكندي يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وزارة الصحة في غزة 9770 شهيدا في غزة 1400 قتيل مصادر إسرائيلية 1400 قتيل إسرائيلي الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية هجمنا أكثر من 2500 في القطاع الجيش الإسرائيلي الكوات أغارت على خلية حاولت أطلاق الذائف من لبنان الجيش الإسرائيلي منصات تهو الصواريخ في حديقة الملاهي وبجوار برك السباحة المخصص للأطفال الجيش الإسرائيلي الكبر حديث تعترض مسيرة داخل الأراضي اللبنانية وزارة الصحة في غزة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر وزارة الصحة في غزة على اللجنة واكتباس على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر توفير ممر آمن لخروج الجرحة وزير الدفاع الإيراني نصيحتنا للأمريكيين أن يوقف الحرب في غزة فرعا فسيعرضون فسيتعرضون لضرر بالغ أبردين ضمن مستشار أبو مازين عباس أبلغ بلينكين بدروا توقف إطلاق النار فورا في غزة الجيش الإسرائيلي اقتباس الكشف عن دلال وإثبتات جديدة لطريقة استخدام حماس لسكان الكطاع والمرافق الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات لإغراض إرهابية وهنا العديد من الصور بعض دكتور أقول أقول معقبا الوضع ليس بسيط والوضع ليس سهل وهذه ما شاء الله تبارك الله أني قديش الله سبحانه وتعالى أحيانا ورأينا الكثير من الحروب والإنقلابات وربيع العربي إلى غير ذلك ورأينا ملوكا قد أصبحوا سجناء ورأينا أمراء قد أصبحوا قتلة إلى غير ذلك من الأشياء التي شاهدناها من 1973 منذ نعومة أضافرنا إلى يومنا هذا نحن نعيش في ضرب حرب وفي الحرب طبعا أنت غير ملك لأي شيء أستاذ أفادي يعني إن يحتاجوا حتى إلى سيارتك الخاصة إلى حساباتك الخاصة إلى غير ذلك أنت لا تملك شيئا بناءا عليه نقول في ظل هذه الظروف مخاطبين المسؤولين أن أوكفوا الحرب حالا وعودوا إلى طاولة المفاوضات وكل ذلك يعود بالنفع من أجل السلم من أجل العدل من أجل السلام من أجل الأمان من أجل الطمأنينة حتى يسود الأمن والسلام والأمان والطمأنينة والسكينة في كل العالم إن شاء الله هذا خطابنا إليهم وأقول لأنك إنسان ستلقى العذابة وترى العجبة العجابة لأنك إنسان ستموت هما وغما واضطهادا واضطرابا والسؤال ليه من أجل أطمأ سواء كان الشخص ولا كانت فئة ولا كانت كتلة ولا كانت دولة ولا كانت مسيطرين فعلينا أن نتنبه جيدا إلى أن الطاولة المفاوضات هي الأصل أن تكون وهي الأساس أن تكون لا أن يكون الحرب هو الذي يكون الفيصل لأنه يعتدي على إنسانية كما اعتدى سابقا كيف شفنا بكل دول العالم أن أي دولة تعتدي على دولة أخرى أو أي فئة تعتدي على فئة أخرى نظر أن الجهتين للأسف خاصة آخر العناوين قبل أن نكون مع فاصل وأعتقد أنك سوف لا تكمل معنا المشوار حتى سحصل بها جزاك الله خير إن شاء الله التوقيع لأمر غلاق إداري لأربع محلات تجارية في النصر في كثير محلات المجتمع العربي بتشغل ناس أمان نضفين لما هم مش تصريح يشتلون فصار كثير يلاحظ أن الشرطة بتكون بفحصها إلى الأشياء بتروح على محلات بتفحص إذا عندهم عمال من المناطق الفلسطينية لا أو إذا لديهم محل تجاري مثلا عمال من المناطق الفلسطينية فبسكروا المحل لفترة أعتقد لشهر وربما على أشياء الثاني محلات منه آخر ربما هناك جزاء آخر يستعملون للشرطة أود أقول أستاذ أبفادي لابد من التأكيد على مثل هذه القضية أننا في ضدف خاص فعلى أصحاب المحلات التجارية أن يتنبهوا يعني كلنا كنا نشغل عمال ضفه مع تصريح طبيعة الحال وكلنا كنا نفتخر بيد أحبها الله اللي هي اليد العاملة اللي مع هذا التصريح اللي حصلت عليه بالإشياء يكون قانوني ولكن الآن لا نعرض نفسنا لطائلة القانونية تماما تماما يعني الآن نحن في ضدف طارئ خاص فلنتنبع يعني وخطابي كمان لشبابنا أولادنا أولادنا إحنا مش إخواننا سواء كانوا في الضفة أو في أي مكان كان أولادنا إحنا اليوم نحن نبحث عن أيها دي عاملة بس شبابنا أولادنا بدهم مش يشتغلوه مركن على الأب أنه هو الذي يوفر الدخل الأضائيس للبيت لا يا ابني اطلع واشتغل وكون نفسك وأسس حالك وإكسب من عدك جبينك حتى تحس تشعر بكل شيء اللي أنت قاعد تدفعه مش إنه الأبو بس هو وكأنه المصدر الأضائيسي للحليب تعمل تسميه كما وضد بالمثل لا وعلى الآباء أن يوجهوا أبنائهم وعلى الآباء أن يوجهوا بناتهم كذلك وعلى الآباء أن يراقبوا أبنائهم وبناتهم حتى اللي بيطلعوا للعمل للشغل ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سميع والله سبحانه وتعالى بصيد والله سبحانه وتعالى عليم والله سبحانه وتعالى كذلك ذكريب إذن فبدنا أولادنا وبناتنا يطلعوا يشتغلوا أولا نوفر لهم دائرة الأمن والأمن نعرف لين بتوجهين يعني اعقل وتوكل قال له ناقتي ناقتي يا رسول الله قال له أين عقلتها قال كلتوا إني داخل على رسول الله قال أين عقلتها قال لم أعقلها قال له اعقل وتوكل قداش حكيم قداش حكيم نعم سبحان الله قداش نحتاجها بحياتنا اعقل وتوكل اعمل عليك الباقي عظيم لا تجعلها فالتي بعد أن تقول الله سبحانه وتعالى هو والرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول أولا شربتها بعد أن كونك تربطها يعني أنه خلص مش راح تنسلكم مش راح تهرب صحيح الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعرف شما يحدثها صحيح أستاذ أفادل أولادنا عندما يشتغلوا ويتعبوا ويكدوا ويجبينهم يعذق يعني يحس بالشكل كيف هو من وين أجاء ولما يطلعوا بعز عليه أما إذا الأب بظل يعطي ويعطي 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 وكل أبنائنا بقول طب ما هو كل شيء موجود ليس هيك فبعزش عليه لا مئة ولا متين ولا ألف ولا ألفين بناءنا عليه أنه حتى لو الأبن أبنائنا حتى لو أنهم تعبوا وشقيوا وهيئوا هذه الأموال اللي هي القصد الدراسي للجامعة تجد أنه بدرس وبقعد وبتعب حتى يحصل هذه النتائج المشرفة لماذا يتعب أنه لحد ما جبت هذا الشيكل أو القصد الدراسي هذا يختلف عن إنسان اللي قاعد متضبع في الضاع بس بوكله بشرب وبأخذ مصرفه لأنه هناك الأب الحاني والوالد العطوف الذي يشرف على الإنفاق على مثل هؤلاء الأبناء هناك عنوان أبوظبي أبوظبي شركة العين الأهلية تنظم ورشة ترفيه ببرامج الريع المدرسية لماذا أقول لأنه أبوظبي ليس الأجواء التي موجودة هناك بلد أشياء مهمة ولكن لعله موضوع الحرب في الشركة الأوسط تهم أو تقلق كل العالم صحيح أما مش معناها أن العالم كله يتوقف لا يتوقف هذا لا يتعلق بالحرب وهذا يتعلق بالحرب وزير الدفاع الإيراني نصيحتنا الأمريكيين أن يقوموا أن يوقفوا الحرب في غزة فورا وإلا سيتعرضون لضرر بالغ وعنوان آخر بايدن يقول أن هناك تقدم مشان الهدنة في غزة ومتظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه الحرب في غزة والنائبة الأمريكية رشيدة الطليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية اكتباس وكطر تواصل القص 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 أعلى تواصل القص يعقد تأمين إطلاق صلاح الرهين يعقد تواصل القص يعقد تأمين إطلاق صلاح الرهين تشكيل الكلمة باللغة العربية هو أهم شيء دون ما تشكلها لغتنا عظيمة اللغة العربية فيها ما يزيد عن 15 مليون مصطلح المستخدم منها فقط في الدول العربية والإسلامية وست مليون تسع مليون لا زال في بطون وأمات الكتب بناء عليه لعلك تستمع إلى كلام تظنه أنه من غريب اللفظ في اللغة في الأسد له ألف اسم في اللغة والجمل له خمسة آلاف اسم في اللغة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها اللغة الأقوى عالميا المتجذرة والمتؤصلة بفضل الله ويكفينا فخدا وشرفا أنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة بالإضافة إلى بس إحنا كعالم عربي الوطن العربي كله زي ما يسموه بالعالم العربي مش مستعمل مش مستغل ومستغل ستة مليون من أصل 15 مليون ومش عم بعمل مشان يستغلها صحيح يعني مثلا إذا بدك باللغة العبرية بحاولوا يجددوها قوها أنا لم أشاهدها باللغة العربية لغة العربية إذا ما قرأنا كتب الفقهاء وتحدث على الكدامى أو القصائد القديمة ترى أننا بحاجة إلى مترجم حتى يترجم مثل هذه الكلمات ألمان أنها كلمات عربية أصيلة أضف إلى ذلك أن التفاسير متعددة أيضا لكلام الكرآن الكريم والتي هي أيضا مصطلحات في اللغة العربية ولكن لا بد من ملحوظة أن نقولها أن وجود سواء كان التأمين لضفاهة إلى غير ذلك في قطر أن الحياة ستمشي في العالم كل ياتو ولا يتوقف الأمر على حرب هنا وحرب هناك وهذا شيء سبق وشفناه في السنة الثامنة للهجرة نبي عليه الصلاة والسلام يدخل فاتحا مكة المكرمة على رأس عشرة ألاف صحابي جليل ألمان أخي أبا فادي أن عدد الصحابة كان مئة وعشرين ألف بس اللي فتحوا مكة عشرة ألاف المئة وعشرة ألاف وين كانوا وين؟ قد انتشروا في شتى إذجاء وأنحاء وبقاع وأسقاع الأرض ينشرون دين الإسلام ويقدمون للأمم الخير الجزيل والوفيط من خلال المعاملات ومن خلال الأخلاقيات دكتور أحمد قعدان عضو الكنيسة عضو بلدية باقة الغربية وعضو المكتب السياسي القائمة الموحدة ورئيس قائمة بلدتنا تجمعنا بلدنا يجمعنا وعضو في كلية القاسمة بدي أقول لك أنه كان شيء كالعادي بذلك الله تعالى فيك أشكرك شكرا جزاك الله تعالى فيك وانه وأقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله بقلوب ملؤ أهل المحبة والوفاء والعطاء والانتماء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيد الشكر وعضو إلى شخصكم الكريم أستاذنا الحبيب أستاذ أفا فادي على هذه المحطة العظيمة الضائعة التي وجدت لها صدن حتى في دول المغرب العربي بفضل الله نعم شاهدت ذلك بأم عيني واستمعت إليه بصميم وأذني بفضل الله إنه ما شاء الله هذا الأثر الواسع الكبير في العالمين العربي والإسلامي بركتم وبرك ممشاكم بإذن الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والرشاد والنجاح وأعود وأخاطب المسؤولين سواء كانوا في هذه الدولة أم في العالم أجمع أن يسعوا جميعا إلى السلام والأمان ليعم بفضل الله السكينة والإطمئنان في شتى أنحاء العالم شكرا جزيلا عزيزي الدكتور أحمد قعدان شكرا شكرا نحن نكون الآن مع فاصل بعد الفاصل نواصل الموجة المفتوحة لقناة هلا بالتعاون مع موقع بانيت كونوا معنا بعد الفاصل أيضا